الحياة حلوة كتير وما فينا ننساها ومنتذكر كل شي فيها حتى أدأ التفاصيل أصغرة مثلا نرمين بتذكر قديش كانت شاطرة وأكلة طيب واستقبال الحلولة ضيوفة وضحكتها وصوتها الدافي اللي بيحسسوا بالثقة والأمان بس أكتر شغلة بتذكرة عن نرمين منيح اللي إيجوا مبسطنا كتير وتسلينا مهيك حبيبي نظرة الخوف اللي ساكن عيونه على طول وخاصة لما بلش العالم اللي بنته حجرة حجرة ينهار وبلشت الفوضى تمشي بكل محل فيه ونرمين لأنه قوية كتير ما قبلت تستسلم لهالواقع بحجات بحجات قوم شوي شوفي الدرسات الساعة لسه بكير لتفيقيني تركيني نام لسه فيه وقت تركيني شوي حبيبي فيق شوي بحجات بعد شوي رح يطلع الدور رح يفيق الولاد مشان المدرسة ما فديعون يشوفو كنايم هون خليون يشوفون يوين المشكلة مو فقرة معي منوب بس أنا كتير فارقة معي الولاد ما لازم يدروا بشي الولاد بعمر كتير حساس وإذا حسوا بشي بيناتنا رح تتأثر نفسيتهم أرجوك بحجات طالما المشكلة بيناتنا ليش لا تدخلي خالك وتحكي له كل شي عم بصير خالي وضعه غير هو مثل أبي وله تنسى شغله هو كبير العالي أنا عم قللك ما لازم نخلي الولاد والجيران يعرفو أصلا كل هالمشكلة لأنه عم نحاول نخبي قدام الناس ليش عيونك هيك ورمانين وحمر روح يسألي حالك طول الليل وأنا عم بتقلب وما نمت بنوم ليش مين قللك تنام هون فوت نام غرفتك نير مين صحيح النومي هون موم وريحة بس أنا رضيان لأنه بالي مرتاح بحجات خلصنا بقى أم بحجات رح يفيق الولاد أوف 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 أي معي نير مين عند كتير أسباب للخوف جوزة بدو يتركها وولاده رح يضلوا من دون أب طبعا هذا غير حكي الناس ونظرتهم إلى بعد ما تصير مرة مطلقة وخصوصي نظرة الشفقة للرفقاتها بس في شغلة ما كانت تتخاف منها الأسرار يوم عادي متل بقية الأيام بحاج لموظفين عشغلون والطلاب عم دارسون والستات بلشوا يشتغلوا بالبيوت ورفيب متل عادي مشغولة بولاده وزيزي عم تقرأ آخر أخبار الموضة والأسياء ونرمين مهووسة بالنظام والترتيب وعند إرادة بتنظم الكون كله إذا اضطرت ياسمين هي الوحيدة اللي انتبهت على التقويم وتذكرت المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مزبوط بهذا اليوم قررت أنا أنه نطلع كلياتنا سيران لو كانت معنا كنا طلعنا كلياتنا سوا بس للأسف فوتي إذا بدك لولادنا يا مينا قدي شوي خلينا نشرب كاسة شاي عرواء بعود يسموها الإدان حبيبتي إن شاء الله صحوا هنا مش عن الله لا تأخذوني أنا عادة وأنتم اللي عم تشتغلوا عن جد أنا كتير بعتذر منكم شو هل حكي أنت نيمي بنتك نحنا مو غرب عن جد أنا رح أطق الشغل والأولاد والقعدة بالبيت رح يخنؤوني عم يمسكوني من رأبتي ويقطعوا نفسي مو معقولة الحياة حياتي أنت كمع نلحق عليك يطلعي لك شي مشوار مع عمر لش بقدر خطرت لي فكرة شو رأيكم نطلع كلنا سوا صرنا زمان ما طلعنا مع بعض منهم نتسلى ومنهم نغير جو هين إحنا مع بعض أنا مو قصدي هيد خلونا نطلع سيران ومناخد رجالنا معنا كمان آه أساس إذا قلنا لهم دقري حيواثقوا أنا بعرف إنه ما أحدا منهم بيحب السيارين بس خلونا نجرب شو منخسر إذا فيه مشاوي بالسيرة جميل دقري بيوافق أوه وخصوصي إذا فيه طاولة شو رأيكم؟ معافئين على الفكرة؟ ايو والله يا ريت نطلع شي مشوار في حشرات وأنا بتحسس من نون وحياتي زيزي لا تعادي القصة حتي شي كريم وخصينا ايه أنا مستحيل أقدر إذا طلعت أنا ولولاد يا سلام تخيلوا آخذر ولي بيجيبوا لي الجلطة ونيك معقول نطلع كلنا وما تجي بعدين نحنا مندير بالنا عولادة يلا كتير جاء على بالي اطلع يا بنات خلصنا بقى حاش تدللوا بدنا نطلع كرمال هنا ورح ساوي لكم كيك وبرك زبني اوه عند اللحام تبعنا ايه خلي يجيبها بتذكرين الكبة اللي ساويتها بعيد ميلاد مراد رح ساوي منا ورح ساوي جنبها تبولة ويبرك شفت يا عباننا التبولة واليبرك ولي حاسي رحكي ما شاوي بلشت تتفوف من هلأ يسلم ويا بنات أنا من زمان كتير جاء على بالي اطلع مع كل شي سيران خلص حبيبتي خلص ما ما نامي بقى نامي ايه يا سمين شبكي اه ما باني شي بنا مكعد نوران يا الله شتغير كأنه حدا تاني شو متبقى منه مثلا شو قليل اللي صار معو انتي بتعرف شو سمعي عم يقولوا انه امك عم تخون ابو مو صحيح خالته هناك ما كانت هيك ابدا طيب ليش انت حرات اكيد فيه شي انا افظن انك انتي بتعرفي لانه كانت رفاقة امك حتى اذا بعرف مستحيل احكي لكون بعدين انتي شو دخلك انتي ليش اغل حالك بالقصة ها حبيبتي الحكي مو منعنزي كل مدرسة عم تحكي هيك مرابو عليكي انتي مستدقها الحكي هاد بدل ما نوقف معو نساعده يلا انا رايح اشوفه شوي شوفك بعدين مراد كيفك شفت اسعز الرياضيات طلع اضرب من اللي قبله هالسنة شكلنا ما رح ننجح بنوب بس انت وفرقانة معك لانك شاطر بالرياضيات ماما دائما بتبهديني لاني مو متلك خلاص ما عاتت بهدلك لاني اخدت صفر بمجاكرة اليوم اه اي لات الدايا معنا مشكلة بعدين بتعودة بالفحص اصلا لو انا كنت محلك كنت بتضل دوام المدرسة ومعت اجيت انا هلا لازم روح البيت يلا بشوفك بعدين لك انا شو عملت لقوا كمعكت عم بهدى بغصور ثلاث اضرب منه غبية غبية ولك يضربوا ما اسألون كتير مبسوطين تضربوا انتو هالقعدة ايه لكان قعدينو ما في وراكن شي مين هدول مين رح يكونوا يعني ياسمينو شلتا وحبيبتي ليش انتي ما بصيري صحبة معو منو بتتسلي ومنو بتغيري شكل دفيلك انا رح تسلم ع هيك ناس بعدين انا شو بتي اخد راحتي مع كل هالنسوان بارف لك يا حبيبتي النسوان غيورات وما بينطاقوا ومالهم شغلة غير يرقبوا حركاتك مشان يحكوا بقفاكي وخصوصي هدول لهيك انا مراي حراسي وكل رفقاتي رجال على مين عم تضحكي لرجال بعمرهم ما بصيروا رفقات للنسوان اوه وحياتك بصيروا تركينا من هالحكي حلق كتير نشفان بدي روح جيب شي بارد جيب لك شي معي لا مو جاي على بالي شي بنو خدي هالسيجان معك انتو بتذكرين شو مبسط لما اتفقنا انو نطلع السيرة شو بنا نعمل راحت الله يرحم ويحسن اليها يا بنات مظبوط هي ما راح تكون موجودة معنا بس خلونا نطلع مثل ما اتفقنا حلوة نطلع معقولة لسه ما خلصت الاربعين تبعا ما بيسير اصلا نحنا ما راح ننبسط بلاها هادا غير حكي الناس شو بدنا بالناس وحكيون نحنا راح نطلع كرمال هناء لانو كنا متفقين معا ايه ياسمين معا حق يا بنات وين المشكلة مو هي كانت رغبتها قبل ما تموت مظبوط منجتمع كل اياتنا ومنحكي عنا ومنحكي عن ذكرياتنا سوى متل ما بيساووا بالافلام الاجنبية ما هيك والا الفكرة ظريفة كتير خلونا نطلع معناها تركوا طبولة والكبة علي هناء كانت راح تساويهم هيك كنا متفقين ما راح نغير شي حتى الاكلات يوم واحد طالع اذا قلنا انا وامر اتنين ما شي وزيزي ولو اي راح يجي حدا من ولادك معنا ما بعرف هلا اذا ما اجي حدا من نون هيك بدنا نصير ستة بس راح نخبر جميل ومراد لا يجو صرنا تماني وما هي ياسمين صرنا تسعة بظن انه راح يجي حدا تاني مع ياسمين اوكي اذا اجي حدا من هال هيك بدنا نصير عشرة مو هيك اي مظبوط نحنا اتنين انا وديما هيك أصدى زيزيلا هيك نحنا اتنين يعني انا وبنتي ما معي غيرها حسبي حسابي انا وديما جايين طيب عشرة اوكي سيران ايه سيران منامور خلينا نروح لو سمحت شري خلينا نروح عم قللك عمدي اجتماع ما بقدير شو هالاجتماع اللي ما فيك تأجله مم بعدين مو انا حبيبتك زيزي شو فيها اذا اجلت شغلك شوي كرمالي اوكي ماشي حبيبتي بس خلص شغل بيجي وباخدك ومنتغدى برا خلص وعد بس انا كتير حابة اطلع هالسيران ما او سحميني شو قصتك انت و هالسيران ليش كلها يقدم صرع علي بس انا حابة اطلع مع رفاتي بعدين كنا مستفي مع هنا انو نطلع كلنا سوا اي بلاها اطلع بعدين انا ما بحب هيك قصة صمعتتي اهل شو بدنا نطلع سيران مشان وحدة ميتة اي لا احنجت انت مو معقول صرلي ساعة بحكي وبترجع بتسأل لي نفس السؤال والله فهمان عليكي بس عم بسأل لي عارف مين جاية يعني رح نطلع انا وانت وزيزي ولو اي لو اي هالزلمة كتير سائل ومنزع وما لو سيري غير الشغل والمصاري ومنفغ وفكر حاله شغله ونير مين وبهجة رح يجو كمان هاي 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 هديك النقاقة مطيقة ابدا بتضل تبهد الجوزة قدام الكل بهجة لا تاكل حي بهجة تضبط قميصك بهجة ما بسيق تعمل هيك بهجة لا تتنفسك رجوض يلا اي 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 موعيب عليك تتمسحر عرفقاتي قدامي كمان ليش عم كذب اه وفيا حبيبتي هالفترة انا كتير مضغوط شغلي لفوق راسي وانتي بتعرفي بلاها الروحة بحياتي خليني افضى وبعدك بعدك رح مطلق احلى سيران ولا حالنا بس نحنا انا وانتي نحمل حالنا ومنروح باحد هيك عني والله حاسي حالي رح موت كأنه في شي هيك طابق على صدري وخانيني البيت والولاد ومشاكلهم لك رح موت بدي اطلع برات البيت تفهموا عليي بقى معك حق يا روحي معك حق بس المفروض تقدري انه انا كمان عم بهلك بالشغل كنتي موظفة وتعفى الشي اليوم ضلقت ساعة لحتى قدرت تقنع ماما توافق وتجي تدير بقى لعالولاد ايه ايه خلاص قولي الله بطلنا نطلع خليها ترتاح من هالهم وقول قول 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 يا سراب ما قولت للسائل يا ما رح اتملي كل يوم بدك تشلحيني قدام الباب حبيبي انا والله عم بحكي كرمالك لعيادة كلها ميكروبات معك حق كلها ميكروبات وانا عم جبلك يوهل معي على البيت خذي ها ها رتحتي هاي يسلموا حبيبي هاي البيجاما الله يجيبك يا طولة البال بهجات هم شو قررت مشان السيران السيران شو هم ما نطلع معكم كل واحدة رح تطلع معجوزة ومو حلوة يروح لحالي انت كمان بدك تطلع معي بس بدنا نتفق من هلا ما رح تشرب هني ها 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 ليش عم تضحك نسي هاشو بتساوي وقت اللي بتشرب وما بدي تعملي جرسة قدام رفقاتي لأنه مو حلوة بحالي اصلا انت مو همك شي غير رفقاتك وحكيون لا تعزي بحالك ما رح يليك تشرب قدامه ها ها ما عشي يعني ليش عم ترميون هيك محلون هون وين اللي مخدة تبعي رح ترجع تنام هون طبعا رح نام هون شو مفكرة لك هل اصلا تعزبي حالك انا رايح شي برا اللي مخدة متل ما بدك لنشوف اذا رح خليك تنام هون ها ما قلتلك انو طلعين سيران بعد بكرة ها ها بس انا وعدة بابا اصلع معه هادل اسبوع ايه مظبوط كيف راح انبالي ايه خلاص بلعها هالروحة اصلا هو موقعت الحاله ليطالعك لا تحكي هيك ماما تصل فيني اليوم وقالي حياخدني مشويري كتير حلوة ايه وقال رح يعلمني التزلوج بدو يعلمك تزلوج امه قال بدنا نقضي لنهار كله سوا مع بعضنا ممكن قضي كل العطلة معه كمان ماما تضيقت اشي لا ما تضيقت بس ما له بالعادة يكون ضريف بحجات ليكي انا ما غيرت رأيي بس الكنباية مدري شو صاير له وما رح اقدر نام عليها الليلة بس ما صار لنا زمان جاي بينا موسيقى موسيقى يلا فريديلي هالوش الحلو اللي اشوف انا متطرح على شغلي شيري خلاص نطلع غير مرة على السيران على طول نفس الموضوع بتقلي نطلع وبعدين بتطنش طي تروحي من العادة بالبيت وانت محازس فيني بنوب طي بلاقيلكش الشغلة تسليكي وتقضي فيها وقتك روحي لا وشو هاي الشغلة اللي بدت تسليني بي رأيك ما هذا عرف عملي ايشي تبخي مثلا عملي حلو مسحي الغبرة عزلي البيت اذا بدك روحي لعند رفقاتيك واطلعي معون واذا بدك نزلي عالسوق مو انتي بتحبي الفتلة بالسوق بس لا تتفششي فيني لانه مونا قصنيها لك اعتبريني مو موجود بحياتك وعمليلك شي شغلة مفيدة ايه هيك لكان اعتبرك مو موجود بحياتي هدا اللي طلع معاك اوكي سيدلو اي اذا هيك بدك انا ما عندي مشكلة بالمرة شو جنات لحاكي ها بطابي لالك برافو تراس مرح رضا هيك خلينا نلعب شوضو جديد شكلك حابب تخسر مرحة تاني اي حاشتك منفخة طويل بعلك حبيب خلينا ناخد بريك لانه تعبت انا اوكي انا اوكي انا 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 ا موسيقى لا انا كنت عم دقل غير رقم ودقيت لك بالغلاط ما كان اصدي دقلك انت انجد سوري كتير لحظة مادام لحظة لا تسكري انا في راس اخوان حققت الدهقي مش عال الوردة بس صدقيني انا كتير ندمان اسحك تساوي مرة تانية انا ستمت جوزة ومحترمة بعد انت عاخد القصص اللي جبته مش عال الكمبيوتر ما عددي شي قلو اي رح يزبط ليه وهو رح يعملي اكاونت مش عال النات وقصحك تجيب سيرة قدام حدا انه حاكيتك ولا اتصلت فيك سامع اذا دليلو اي رح يقتلني انا وياك سوا انت ما بتعرفه شو مجنون لهيك يا راية تدير بالك يلا انا بدي سكر الخط هلا باي باي شوفي راس ما خلص البريك تبعاك لا حاجتنا لعب اليوم منكمل بكرة ليش شوفي مو جاي على بالي اوهو ما هيك كان الاتفاق المفروض نلعب ساعتين شو رأيك صغر ما لازم نضبط القعدة شوي خلينا نشرب كاس لحتى نقدر نحكي على رواء ولا ما بدك تروي والله انا ما عندي بانع شو خالي بلاي لأنينة عندك لك عملي من القعدة الله وكيلك النهار ما عم يمرق غير بالزور ما في غير هالكاس يسليني ويخليني يروي يلا بصختك صلاحة ما عمرتك بدك الصراحة خالي الامور بيناتنا ما عطت صلاح يا الله هداك اليوم ضليت شي ساعة وانا عم بنصحة بس كل النسوان هيك لازم يعملوا يهلي براسون والله عم بتبطع صابي قدمة فيني بس هي ما عم تقدر هالشي يلا يا ابني شراب وطول بالك ايوه اهلهم بنتي ليش ما قلت لي انك جاية ازيت لسوفك سوي كانت عم تراقبني اكيد ايش هالحكي كأنه بكير سوي عصر ولا طارت عادة حتى تعرف ما تحط الحق علي اه بنتي وين المشكلة كلها كاسي صغيري لا تكبلي القصة صاير عم يزهر برات البيت وابصر كمان شو عم بيساوي نسيان انه متجوز وعنده مرة ولاد بنتي الزلمة ايجا لعندي لنحكي بالموضوع انا رح اقلك ماشي الشغلة ما ناثر هو بده يطلقني وانا ما بدي اطلق منه هدا هو كله الموضوع نير مين بترجاكي في مجال تتركينا لحالنا شوي ليش ليش صرنا عشرين سلي متجوزين هلأ معاد فيك تحكي قدامي نير مين بيكفي بقى بيكفي شو حكينا بنتي خلاص تركي الزلمة على راحته شوي وين المشكلة از اجا لعندي وحكالي السيتي شو اتفقنا شو بنا ماشي خالي انا راجعة ع البيت رح وصلك ع الباب بتاعي معي بتاعي بنتي لا كيك ما بيصير رح تحلي يطفش عن جد خالي بترجاك تفهم منه شو القصة اذا في واحدة تانية بحياته لازم اعرف لانه لانه انا وها الولاد ما لنا حدا غيرك ولازم تساعدني خلاص بنتي خلاص انتي لا تشغلي بالك بالموضوع يلا الله معك وليش عم تحكي لي لي روحي وين ما بدك مخصني بس ديما بدي تروح معي انا متفق معا من الاسبوع الماضي انه نطلع احنا لثلاتة مين انتو؟ مانسيتي سوهير انتك انت بدك تاخد بنتي وتطلعها مع صاحبتك يعني؟ هاي مانا صاحبتي هاي خطيبتي يعني ديما بدي تروح معكم؟ لكن انا اسمعني انا ما بدي خاني بس ياريت تعرف كيف تحترم حالك شوي ولا ما بتقدر تجي لعندي بلاها رحل لك شغلة بدك تاخدها هلا وما رح خليك تطلع بنتي معك انت وياها عم تسمع؟ سمعي ياسمين احترمي حالك هي بدي تصير مرتي وليش عم تقلي شو خصني شو خصني؟ بعدين انا ما دخلني فيك بس ياريت ما تنسى شو عملت وقتلي اخدت كاست الشاي لجاري عملتلي جرصة بكل الحارة ما رح تاخدها ما رح خليك تاخدها لك انت بدك تفهمي ولا لا؟ انا رجال وما فيك يتحاسبيني انا مستحيل خلي بنتي تعيش مع رجال غريب عم تفهميني؟ ايه؟ وانا ما رح خليك تتجوز شو يعني؟ ما لك احسن مني؟ يلا بنتي وانك تأخرنا يلا كينان يلا انت بدنا نوصي؟ خلاص حبيبتي طولي بالي شو المسخرة هي؟ مشان النفقة ما معك مصاري بس مش هست الحزن بيصير معا اليوم الصبح بعثتلك النفقة روح شوفي رصيدك لا تكسب عليك من شوي ما كان في شي هلا بدك تعطيني مصاري ديما يلا يلا بابا ايجيت عجلي جايا جايا لا ديما بنتي وقتي شوي تعي ديما بابا انا اصف اللي انا احكي معي وقفي يلا بنتي خلاص لقيتو ديما حبيبتي طولي بالك وقفي شوي اصفي بس ما رح خليك تاخدها معاك ليش ماما محكي انا مبارح وكنت موافقة اي بس ما قلتلي انا طالع معكن مظبوط ياسمين لك عيبة عليك تغاري من سوهين انا بدي غار مننا بسمعتي ابوك يا انا بدي غار من واحدة مثل هاي انا بدي غار مننا لك ياسمين هاي صارت خطيبتي وشي طبيعي انو نطلع سوا خلاص ماما خليني يروح خليني يروح الله يوافقك اذا بتريدي ماما هالمرة رح مرأة كرمالك كرمالك انتي مو كرماله هو يلا يلا رنتي يلا تعي تعي يلا 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 يا الله باعتذر منك ما كان اصدي يلا بدان ما تعتذري شوف ينزلي من السيارة وكبيها بالحاوية لك ياسمين ليش بدك تسوي مشكلة من ولا شي وليش ما عم تحكي هيك مع ست الحسن ولا شايف لي سرا لنكية عند اللي خلفوك انت وياها لحتى تكبلها سبالتها خليها تنزل وتكبها فوراً خلاص انا نازل شي لا خلاص ماما انا بدي غار ديما رجعي عالسيارة خلاص ماما ديما رجعي عالسيارة خلاص ماما نزلي عالسيارة خلاص بنتي رجعي خلاص انا بشيلة لك الحق علي انا العما انتي ما رح تصيري بني قادمة منيحي اللي خلصت منك يلا بنتي امشي شو هادية طلعي يلا طلعي بسيطة يا كينان وانا ما لي بني قادمة منيحيك ولكل العما تضرب منك الى ان شاء الله بتروح ودعز انتوا للتان مرحبا مرحبا انتي منيحة؟ ديما ليش واقف معا بين الص الشارح؟ اي شوفيا بابا هادا جارنا وعم مسلم عليها مؤكتة مالله؟ عم بتقليلي انه عم مسلم عليها؟ رساتك صغيرة وما بتعرف شو عم بصير حواليكي انا بعرف هاي النمر منيح وبعرف كيف عم يفكره كمان الوقت صار بدو درس مشان يتربى هاي الحركات ما بتمر علي انا خلاص بابا انت ما خصك فيا ما بيحقلك تدخل بحياتا بعد ما طلقتها ازا ضلت تعمل هيك رح بطل شوفك ازا بداك رح انزل هلق من السيارة ديما البنت حكيها مظبوط شو بدك فيا اي خلاصنا بقا مشان الله امي حاش تحكيلي عن فلانة وعلتانة مشان الله هادول كان عندهم ابي دافع عنهم مموت الحالتي انا يا ريتكم خلتوني يكمل دراستي مو احسن من قاتتي هيك بس كل الحق عليك انتي شو هلق انا اللي كنت قاتلة حالي مشان اتجوز واحد غني شو نسيتي جوزك نسيتي كيف كان عاملني نسيتي كيف كان مكرهني عيشتي بس مشان اتجوز ابن اخوه الاجداب ولا هلق بطلت تتذكري امي انتي اصلا كل الحق عليك انتي ضليت توزي براسي مشان اتجوز واحد غني ماشي ماما عمين زق الباب يلا بحاكي كي بعدين مرحبا شو اللي جابك لهون يلا فوت لجوه قبل ما يشوفك شي حدا فوت انا اجيت مشان قللك انه وقت اللي سكرتي الخط كنت عام قللك انه انا لك فيراس انا اتطمني مستحيل خبر حدا انك اتصلت فيني انا ماني ولد صغير بعدين انا بحترمك وبحب بحترمك كتير مشان هيك اتطمني خلاص انا كنت قصدي حكيت هيك عادي ما تفهمني غلط يعني اذا حكيت اي كلمة قدام امك وهي حكيت قدام ابوك وابوك شاف له اي وقل له ما رح يصير ايش شي بوعدك ايه نيح انا اتصل فيك مشان تمرو وتاخد هدول السيديات اللي جبت اللي اياه هون وليش نزلت البرامج لو اي نزلي اياه هون عالقان يللي وقته عاطيني انا بزبط لك يا مادام معلش ارتاح انت واعود اعود بترجعك لا تقرب شكله عالقان هلأ بيفتح شو صار لك جرحت ايدك بسرعة بسرعة لازم تقميع اذا بدك خلينا نروحها الصيدلية فورا خلاص خلاص مو مشكلة عادي انا انا اه من وين طلعتيني انت؟ اوه قولي شافتنا شوفي دخلتك يا ردي شو اعمل هلأ لحظة فاهميني بس شو تكمرة منت اللي صغيرة لغيداء شافتنا قولي هلأ بدت روح تحكي القصة لأمه واما رح تحكي لجوزا وهو رح يدري جوزي شو بدي اعمل بحالي مادام زينا طولي بالك وين المشكلة اذا شافتنا بعدين انا مسكتلك ايدك لانه قولي انت محنك تمسك ايدي شو بدي يلون اه شو بدي يلون يتزالوني سألوني شي كنت عم تساوي عندي وفاقه ما سكتلي ايدي اه حولي زارفلو اي اكيد رح يدني خلص احكي له القصة وقلي له انه انا اجيت لهون مش عن السيديات رح قل له بس في مشكلة صغيرة لو اي انفكرك ولد صغير هل قد قدك مو شبطورة بعرض واذا بدك رح قل له هلوردة الحمرة انت اللي جبتها مش عن يزرع لو اي على قبري بس يموتني خلاص روح بقى روح مشان الله روح ومساك شتايتك كمان يلا طابعة ميكفيني الليسان وانا هلا مو نقصني مصيبة جديدة بس بس انا عن جد ما كان قصدي اعمل لك مشكلة ابليز اطلع فورا يا ربي شو بدي يقول له اي صدري مستحيل يصدقني شو اعمل شو اعمل يا ربي اوكي لازم لاقي البنت لازم لاقيها اتصلت خالتو جهينا انا رح تعمل مولد من شان الاربعين ماما وبديانا نروح تصطفل ما حد طلب منها تعمل شيء بعدين انا مبحب هاي القصص تصل فيا وإلا ما رح نجي حاجتنا وجع راس بس بس اذا ما حدونا الاربعين رح يفكرونا نسيناها يفكرو متل ما بدون رأيهم ما بهمني بابا بابا تعرف شغله؟ حسك مو كتير هامك انه ماما ماتت شو بدك يعني اعمل؟ باقود بكي متل النسوان مسلا؟ يعني اذا عملت هيك رح ترجع؟ لا مو هيك بس انت ما عم تشوف شو عم تعمل رح تكبتك لصورة وغراضة ماني قدرى نشوفه لانك ش تقتر له ولا بتتع شو انت يا عدم تفتح معي تحقيق؟ ليك مراد هي السيرة ما بقى بدي اسمعها بس انت مود رح ساوي نفس الشي بغراضك بس تخلص الجناستك رح شير كل صورك ان البيت انت ما احترمت ذكرى امي وانا كمان بكرا ما رح احترم ذكراك بس مود عمالي اللي بدك يا بس مود عمالي اللي بدك يا قولي لو شفتي كيف تطلع فيني حسيته حسيته خاف مني والله خاف مني لما قربت منه اصفر وشو يا مخلوقة حسيت حالي بوقتها ما فيني جنس القنوسة يا الله معقول انس يجي بالفطر لك رفيف هلأ وقت ضرع بالصخن معقولي ما عم تسمعيني شو عمقول انا وكنان اتخانقنا بالشارع وامبحتت فرد بحته وغسان كان هناك وشافني والقلعن من هيك انه هو ما بيعرف كينان شو عامل فيني وطبعا انا هلأ بنظره واحدة مش الرانية يا ربي دخيلك شو عامل انا بس نطلع عالسيران بتفهمي وبتقليله انك حدا كتير مني ومانك مش الرانية منوب وانا وقتها رح فوت بالحديث ونحكي له شو عامل فيك كينان هو رحيف هاملوضع صحيح انت عزمتي عالسيران؟ رفيف؟ شلون يعني كيف بدك اطلع ابو جا بعد اللي صار؟ ايه لا تكبري القصة ولك كبير القصة لحالة لأ وفوق كلها تبتعرفي كيف كان شعري كان متل المجنين ويا ريت وقفت على هيك يا ستي شلت علبة الكولا من الارض وشلفتها على السيارة مسكتها وشلفتها على السيارة لحتى نقلعه كل هالأحداث هاي صارت معكو يا ريتني كنت موجودة وحضرتها الفيلم مشان الله رفيف مو وقت مسخرتك خلاص عم بمزح كل مرة بقول لحالي لازم طول بالي واتصرف معه بطريقة هادية بس اول ما بشوفه قدامي ما بعرف شو بيصر لي بتقعرق الجنان اتعبت منه رفيف اتعبت شو اعمل مشان الله قوليلي حبيبتي اذا ما امت هالزلمة من راسك وانسيتي رح تضل حياتك كل جنان بجنان وبالأخير رح يصرلك شيء يمي من بالك بقى يا ستي عن جد ما في اسهل من الحكي حطي حالك محلي وساعة قوليلي شو ممكن تعملي الحق معك بس المفروض تنسي اللي صار صار وانتي قد ما تعبتي ودايتي رح تقدري تغيري شيء بالموضوع ما بتقدري اللي باعك بالفول بيعي بالقشور لانه هو ما بيستاهلك احسن شغلي يمي من بالك وكملي حياتك متل ما عمل هو ليكي بدي اسألك سؤال انتي مو لايق على حالك تعزمي لغسامه هيك انا رأيي تعزمي امو شو رأيك؟ اي والله معك حق مرات بشغله وبهالطريقة ما رح بيّن اني دالق حالي عليه مهيك اي بي رأيك ممكن يجي انتي بتحبي شيء لك شو عمد خبزي وتحكي انتي اه حب شو ليش ما عم تفهمي عليّ رفيف ليش؟ شو دخل الحب الشي اللي صار؟ عم قل لك الزلا ما شافني وأنا عم عيّت مثل المجنين الحق عليّ لأنه حكيتلك يا أوه ياسمي بيش اللي عمدك مش عمبش قلت اميك انتي عم بمسح معي عليّ انتي ممكن تطوي بالك انتي مق عليّ هيلي يشيت معد بدي احكي معيك ولا كلمات يا يا سمي خلاص انا ما بدي ارجع روح يا سمي لا أريد أن أتحدث معك مجنونة فواتير شو هدول هاي إن شاء الله تكون من الشركة الجديدة اللي بدي يشتغل معهم عمر لنشوف كيف رب بيتك يا عمر هذا هو الشغل اللي عم تتركنا وتروح عليه أنا بقرشيك أخي عرجني أخ شون شقة الأرض وبلعتها لو سمحتي بدي يسألك عم بنت صغيرة تفضلي رابطة شارعتها هيك على طرف ومع طابة وعمرة تقريباً 8 سنين شفتي أشي لا والله أصلاً أنا مو من الحارة وما بعرف حدا فيي ابنون إذا ما ناكي من الحارة ليش ما حكيتي من الأول شو هالمجموعي يا ربي واني خطفيت يا ربي دخيل أكون بدينا إيا للبنتين أنا دخيل ولا لا ما لقي 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 استنى خليني أحكي لك شو القصة ليس حياتي خليني شرح لك شو اللي صار زيزي شبك يا حبيبتي خير شو صاير معي مرأ ولك منتي شو قلتلك أنا شو عاملي هالمرة أه ميت برأة تقول لبالك شو تقول لبالك شو تلعبي مع رفقاتك ولا تدعي الجيران طولي بالك مادام غيداء طولي بالك مادام ما عملت شي طابطة وقعت بالجنينة عادي يعني ما في مشكلة ابدا ما قلتلك لا تلعبي بالشارع روحي لعبي بجنينة مع رفقاتك بدك تعلقيني مع كل الجيراني يعني شو عمل فيك هلا مشون الله ما تأخذنا يا جاد بس والله هالبنت رح تجنني صدقيني مادام البنت ما عملت شي بالعكس كتير كربوجة ومهضومة آه عن جد وشو كانت عم تحكي لك لحتى مبسط فيها هيك والله حكياتها كتير مهضومة قال الي اليوم جابت عشرة برياضيات آه شطورة برافو ايه مادام غيداء كيفك انتي على اساس بتكنت انتقلوا وليس من انتقل بس ما عم تزبط تعرف المكاتب العقارية اللي عنا بدون ياخدوا البيت ببلاش وانا ما رضيت فولي بالك ان شاء الله بيمشي الحال ان شاء الله الله يسمع منك اذا وقعت طابتك بالجنينة تجي لعندي اتفقنا تبشيني مع احلاكي دخيلك انا بعدين رح اعطيكي شوكولات بس دايت مش هنضلي حلوة مثلي انا مرام بنتي شو حلمتك تشكرية لخالتك ليش وقفة هيك مثل الجد بي لي لا يصلموا ليش هيك خرستي اه ما عليش تركية مادام لساتة صغيرة وما بتفهم بيك شغلات ابدا بعدين انا كتير بحبة لمروشة حتى اذا ما حكت سيسي طلعي بعيونها بحياتي ما شفت بنتي زكاها وفوق هيك حلوة ومهضومة ايه بس رح تجنني ادمانها جلقة وما بتسمع الكلمة تسمعيني مرام يا بتروحي وبتلعبي بالجنينة مع رفقاتك يا اما بتروحي معي على البيت عم تفهمين؟ طيب انا رايحة العام بجنينة باص بروح على الجنينة ايه طيب ما تواخذوني شو بدنا نعمل هيك لولاد يلا بخاطر كون ابقيت الليلة عننا الله معك ما السلامة الله يسنك والله بحضر سيدي الطابي حبيبتي دخيله انا ايه هاتي لشوف شو كنتي بدك تقليلي من شوي ايه ولا شي بس حياتي بليز لبقت جبلي غراض من هاتي السوبر ماركت الخطرة تبعه كتير تعباني وما بتسوع هلا هي هي القصة ايه حياتي هي هي القصة يلا يلا خلصيني افتحي لي هالباب يلا شكرا للمشاهدي شكرا للمشاهدة حبيبي شو حياتي ليس جايع بكير ما لك بالعادة تجي هلأ إذا اتأخرت بتزعلي وإذا أجيت بكير تتدايقي شو أعمل بحالي لا حبيبي بس حبيت اتطمن إذا في شي إيه صحيح حبي ما تعطيه وشي كتير له لأفريتي لأنه رح تتبقنا وتظل تلعب دام الباب بليز وين المشكلة خليها تلعب مو على أساس تتدايق من صوت الأولاد وزعيهم حيار ترأيي شيري أنا هلأ جاهز لشو أنت جاهز لحتى صير بابا بدك صير بابا إيه شيري بظن أنه الوقت مناسب لنفكر نجيب أولاد تخيلي تصير عنا بنوتي لزيزة مثل المرام أو ولد مثلا أه إيه مو بتأمر حضرتك جنابك ما بترجع غير لمص الليل وحتى بالعطل وأيام الجمع والآحاد عندك شغل واجتماعات وبدك ياني جيب أولاد وتقلب لي حياتي فؤاني تحتاني متى رفيف ما هيك ما حذرت بنوب لا أشيري أنا شغلي مو متل شغل عمر برات البلد يعني بقدر ساعدك بعدين وضعي منيح وفيني جيب لك حدا يساعدك فيهم بجيب لك خدامي مهم وهلأ بدك ياني يصدق ما رحت على الجنين لساتة هون رح روح أخذ لأ لعبة الباربي اللي عندي مش عم تروح تلعب فيها بالبيت متلباقي البنات شايفي حبيبتي حتى أنت بلشت تحبيه وتهتمي فيه اهام حبيبتي مروشة اه انتي بتعرفيه لهي اللعبة مو انا كمان كنت حبه كتير لما كنت صغيرة وكنت لعبة مع رفقاتي شوفي آه لساتني بتذكرتاله هلأ حبيبتي شوفي شو جبتلك شوفي شعراته شو حلوين بيجننوا وفستانة حلو لابسة برجلة كعبة علي كمان حلوة ما ليش هيك هلأ فستانة بيتوسخ وشعراته اللي متل شعراتك رح ينتزعو ولا شو تخلني تقبشيني على الشعرات شو حلوين مممممممممممممم bé ايه لو عندي بنوت حلوة مثلك رح مشط لشعراتك اليوم وجدلهم ورح حتظل لربطات حلوين وملونين ولك تقبشي قلبي شو حلوة ومهضومة ممممممممممممم질 hosting الرفقات أنا وياكي ورح تخليني أخد بوزة من هالخدود الحلوين حبيبتي أنت عقلة وبتفهمي الكبار اللي مثلي أنا وإمك بيجي لعندونا ضيوف وبيجوز يكونوا شباب وبيجوز يكونوا نسوان وإذا إجعنا ضيف لازم نستقبلوا ببيتنا أنت كبيرة وعم تفهمي شو عم قول مو هيك روحي من هنا أنا ما بدي بابي ما بحب هيك ألعاب أنا بحب البسكليتات سريلي بسكليتين إذا ما اشترتها لأخبره ماما اشتركوا في القناة